يعرف السناتر مكين بمواقفه المحافظة لكنه في الوقت نفسه يحمل كثيرا من الأفكار المستقلة عن أبناء حزبه كما يمتلك إصرارا وقدرة على معارضة الحزب واحتراما من الديمقراطيين أعتقد أن ميراثه الأساسي بأنه جون مكين فهو السياسي المنفرد بقراراته غير المنحازة لأنه يفعل ما هو مقتنع به لمصلحة البلد أنه شخصية سياسية رائعة يصعب اختصارها بميزة أو ميزتين إنجازاته السياسية صنعت اسمه وتاريخه السناتر الملقب بالمقاتل والذي يواجه معركة شرسة مع خصم خبيث وهو مرض السرطان يتوعد المرض بالقضاء عليه حيث يستعد لنشر كتابه الجديد موجة لا تهدأ شهاداته السياسية جدا هام فنضاله مع المرض جعله يتحدث بنبرة عالية وباعتقاد هذا ما سنلمسه من خلال كتابه موجة لا تهدأ حيث الكثير من الانتقادات والاعترافات في الوقت نفسه والرؤية التي يأمل أن تتحقق حتى بعد رحيله إضافة إلى توصيات للشعب الأمريكي أن يتحدوا أكثر وأكثر لبناء مجتمع قوي ومتماسك من المتوقع أن يحدث الكتاب موجة لا تهدأ فور صدوره فالسناتر الذي لم يعلن استسلامه وخروجه من الساحة السياسية لا شك بأنه سيترك إرثا سياسيا كبيرا وتاريخا حافلا وكتابا باح بالكثير والكثير مروان زعتر لبرنامج اليوم على الحرة واشنطن